هناك أربع مراحل يمرون فيها المرحلة الأولى تسمى المشاركة بمعنى أنه يتم نزع السلاح من هؤلاء الأطفال بحسب القانون الدولي ومن ثم يتم فصل هؤلاء الأطفال بحسب القانون الدولي الوارد في اتفاقيات جنيف الأولى ما بين 18 سنة وال15 إلى أقل من ذلك ومن ثم يمرون بالمرحلة الثانية وهي الرعاية الصحية يتم تقديم الرعاية الصحية الكاملة لهاؤلاء الأطفال بحسب الوضع الصحي لهاؤلاء الأطفال المرحلة الثالثة وهي العلاج النفسي ما في شك كما ذكرت في سؤالك الأطفال يمرون بمرحلة صعبة وهناك أطفال يتم تجنيدهم في أعمار تسع وثمان سنوات ألقي القفض عليهم في ميدان المعرض